مساء الفل، بدايتنا في بودابست عاصمة المجر وتحديداً في صلة الألعاب الرياضية وبنشوف ماتش بين فارس وإدجار المصنف عالمياً في المركز الثاني في كيك بوكسنج وكان كل الناس شايفين ان فارس فرص وضعيفة جداً قدام إدجار وده لأسباب كتير أهمها ان فارس ملعبش ولا ماتش دولي وملعبش قدامه نفسين بقوة إدجار والأهم من كده ان فارس ما عندوش فريق ومفيش غير مدربه وبس وعلشان نعرف معلومات أكتر عن الماتش هنرجع للماضي وتحديداً قبل الماتش ب13 يوم وقتها فارس كان قال الآن انه يخسر الماتش يعني علشان إدجار لعب أقوى منه وكده لكن نصر أبو قال له ومين قالك انك هتكسب أساساً الماتش ده متباع بمعنى تاني مدرب إدجار دفع فلوس لنصر علشان يسيبه الماتش لكن فارس ما كانش موافق وعايز يلعب بس أبو كان شايف انه كده كده هيخسر فأي يعني لما يخسر وياخد كمان فلوس فساعتها فارس طلب من أبوه خمس تلاف دولار ويسيب الماتش وطبعاً نصر موافقش كمان فارس عاند قصاده ورفض يسيب الماتش وقرر يلعب برجوله لحد آخر دقيقة بعدها نزل يقابل شاهد اللي كانت معهم في المجر وبعدين هقولك ازاي المهم ان نصر حاول يستعطف بطنة ويقول له يا ابني احنا مش قد الناس دي لكن فارس قال له دي مشكلتك وحلها مع نفسك وواضح كده ان علاقة الاب بابنه زي الزفت ومع ذلك نصر راح مع زينجر لمدرب اتجار علشان يلغوا الاتفاق لكن الراجل ما وفقش يهددهم الكلام ده يخدنا للماضي وتحديداً في الاسكندرية قبل الماتش بتسعة شهور ساعتها كريمة امهم كانت بتحضر لهم الفطار ونادت على ولادها فارس ومالك وقالت لهم يلا يا بطل ويلا يا فنان الكلام ده استفز نصر لانه لا شايف بطل ولا شايف فنان ومن وجهة نظره ان ولاده اللي اتنين فشلة يعني لا فارس عارف يتعلم الكيك بوكسنج زي الناس ولا مالك بيعرف يغني راب أصلاً واللي معصابه أكتر انه مخلف شحطين ولسه بيصرف عليهم لحد دلوقتي وكالعادة كريمة دفعت عن ولادها مش محتاجة أقولك ان كلام نصر ده زع الفارس وخلاه ينزل ويسيب الفطار ونزل وقابل بودة صاحبه وشاف شاهد جارتهم اللي بتحب التصوير وبتشتغل فوتوغرافر ولما عرض عليها يساعدها مرضتش وكرفت له وبالتوازي كريمة كانت بتعاتب نصر وبتقول له بلاش تئس قوي على العيال وبعدين هو مش فارس بيشتغل معك في صلط الألعاب بتاعتك ومالكهو لسه بيدرس لكن هو كان شايف ان الأسوى هي اللي هتعمل منهم رجالة بعدها نصر نزل الصلاة وبنعرف انه بيشتغل مدرب كيك بوكس وبيدرب فارس وبودة بس الغريبة ان بودة بيلعب لاب عنيف جداً مع فارس شوية وبييجي كابتن زينجر وده اللي بياخد اللعيبة اللي نصر بيدربها وبيباعها الأندية تانية لكن المرة دي السعر مش بيعجب نصر وبيكون عايز ياخد فلوس أكتر وفي النهاية زينجر اضطر يوافق على الناحية التانية بنشوف شاهده اللي تبقى بنت جعفر وده كان أكبر عدو النصر يعني علشانه غلبه قبل كده في ماتشو حرمه من انه شارك في البطولة ومن وقتها ونصر بيكره جعفر المعلومة هنا ان شاهد رجعت تعيش في اسكندرية مع جدتها وده بعد ما بوها هج برا البلد المهم يا معلم خلينا نكمل تدريب مع بودة وفارس فارس بقى مرضيش يدغشم على بودة ورفض يسمع كلام ابوه ومرضيش ينفذ الحركة القاضية علشان ما يكسرش درع بودة وهنا بوزه عقله وقاله طول ما انت قلبك رهي فعمرك ما هتبقى بطل بوم وبودة غادر بي وضربه وبنعرف ان بودة مش بيحب فارس ولا بيعتبره صاحبه بعدها فارس رجع البيت وهو متضايق واشتكى لأمه ان نصر طرده وليس يجعله يلعب ثاني ومعنى كده انه مش هيعرف يبقى بطل لكن أمه خففت عنه وقالت له انها شايفه بطل مهما عمل والمهم في كل ده انه يعمل الحاجة اللي بيحبها شوية وقابو جيه وفضل يسمعوا كلام زي السم ويقول له كيك بوكسنج يدلعب عايز رجالة وانت تلعب بالي حسن لك وقال له ان العيال اللي بيتدربوا معاه فضلوا والترياقوا عليه فاللحظة دي فارس مقدرش يمسك نفسه وقال له ان عايز اعرف انت ايه مشكلتك بالزبط وفكروا باللي حصل زمان بينه وبين جعفر وعلشان كده نصر اتعصبه ومسك فيه وكان هيدربه لكن فارس زققه وكريمة كالعدد دخلت فنصر زققها ووقعت على حجر وماتت ونكمل في الحاضر مع الجولة الاولى من المتش ووقتها اتجار لعب بمنتهى العنف وعمل الغلط مع فارس اللي كان بيلعب برجوله ورفض انه استسلم وكان واضح ان اتجار قوي ومسيطر على المتش وخلصت الجولة الاولى بعدما فارس خد علق تموت ومع ذلك فضل مكمل للجولة التانية المفاجأة في الموضوع ان نصار مكانش اصلا واقف مع ابنه ده نصار كان بيكون مدرب في فريق اتجار وفارس بيكون مدربه راجل اجنابي راجل فضل يشجعه ويقول له انت هتكسب المتش علشان خاطر تنقذ اخوك وعلشان نعرف ايه اللي حصل لاخوه هنرجع للماضي وتحديدا لعزة كريمة وكان واضح ان الولدين مقهورين بسبب اللي حصل لامهم وعلى الجانب التاني بنشوف شاهد وهي زعلانة لان جدتها قصرت لها الكاميرا بتاعتها وده علشان تكبرها تشتغل معاها في محل السمك وبنفهم من كلامهم ان جعفر اللي هو ابو شاهد هج وسب البلد وتجاوز بعدما طلق امها ورماهم واماها هي كمان فكرت في نفسها وتجاوزت ورامت شاهد لستها ام ابوها ومن يومها وشاهد عايشة في اسكندرية ونكمل مع فارس اللي كان متعصب جدا لدرجة انه قصر ادوات الصوت بتاعت اخوه ولما نصار فكر يدخل بينهم ملك قال له ملكش دعوة بأي حاجة بتحصل بينه ويمكن دل عصابه وخلى يلوم فارس على موت امه والكلام ده خلى فارس يتمرن اكتر واكتر وفي يوم لقى شاهد بتحاول تنتحر علشان ترتاح من حياتها البقاسة لكن منعها ومن ساعتها بقى اصحابه وبيقضوا الوقت مع بعض وكان واضح ان فارس معجب بيها جدا في نفس الوقت نصار كان بيدرب بودة وفارس جيه وطلب من ابوه فلوس علشان يجيب اكل لي ولاخوه بس ابوه هزقوا قدام الكل وقال منه وقال له لو عايز فلوس يبقى تروح تشتغل وتجيبها ونكمل في الحاضر في الجولة التانية وبرضو ادجار نازل ضرب فارس اللي كان ثابت وتحمل كل الضرب والتريقة من كل اللي حواليه حتى بوه ومع ذلك فضل ثابت لحد ما ادجار ضربه وعوره والكل كانوا متوقعين ان فارس خلاص هينسحب لكن فاجئهم مكمل وكان وقتها بصص لابوه وبياخد نصايح المدرب بتاعه واللي قال له بلاش تلعب بالطريقة اللي باباك عارفها ونرجع تاني للماضي وقت ما نصار قرر يطرد عياله من البيت لانه تجوز وعلشان راجل طيب اجر لهم قوضة ومن هنا فارس قرر يشتغل وبالنسبة لبودة فبنشوفه بدأ يقرب لشهد وطلب منها تشتغل معه وتصوره ولانها كانت محتاجة الفلوس وفقت وابنعرف انه عمل كده علشان يراضي فارس ويدايقه واستمر الوضع على كده بقى دا يتمرن ويخلي شاهد تصوره ودا يشتغل ويطلع عينه في الشغل وفي يوم فارس لقى من ضمن البضايع اللي بيخزنها اجهزة صوت زي اللي كسرها لاخو بالزبط والشيطان وزه انه يسرقها لكن صاحب الشغل شافه ولانه متأكد ان فارس شاب محترم فقال يطلع معاه جدع ويساعده وفعلا اداله الاجهزة وقصط له تمنها بالليل بطنة راح بيتابوه علشان ياخد صورة مامته وبعدها فاجئ اخوه بمعدات الصوت وطلب منه شغل قناة اليوتيوب بتاعته ويقل افتراكات وينزلها لانه موهوب وهو متأكد انه هيبقاله جمهور كبير بعدها فارس ومالك راحوا لنصار وطلبوا منه يرجع فارس يتمرن تاني فابوهم وافق لكن بشرط ان فارس يضرب بودا واخد بالك الكلام دا معناه ان بودا الاساسي وفارس البديل وبدأ التمرين وكالعادة بودا تغشم على فارس وده علشان يتمنظر قدام شاهد اللي كانت بتصوره ومش بس كده دا قصر لفارس ضلع الغريبا ان نصار طلب منه يكمل الماتش عادي جدا وكمان بعد الماتش ما راحش يطمن على ابنه اللي كان محتاجة عملية تمانها خمسين الف جنيه ومن زاوية تانية بنشوف شاهده وهي قاعدة مع جدتها وكانت بتسألها هو انت بتحب الوادي المسامسم فشاهده قالت لها تقصودي مين الستة قالت لها احيي هم كتير انا اهم حاجة عندي انك تطلعي بعريس وانكمل في الحاضر في الجولة الثالثة واللي فارس بدأ فيها يدفع عن نفسه ويرد ضرب الاتجر طبعا الكلام دا ما كانش عاجب نصاره اللي معاه وانتهت الجولة الثالثة وفارس لسه واقف على رجله بفضل التعليمات اللي المدرب ادهاله ويمكن دا اللي فكره بذكره اول مرة قابل فيها كابتن جاك اللي هو المدرب بتاعه وساعتها فارس كان لسه وصل المجر وقاعد في مطعم وبياكل اكل غير صحي وجاك عرفه من صور الدعاية ووقتها عرفه ان قيمة الجايزة اللي هيخدها لو كسب المسابقة تبقى 130 ألف دولار ويمكن دا اللي خلاه يقبل عرض جاك انه يدربه وده لان جاك عرف كل انقاط الضعف بتاعت ادجر وفضل يدربه يوم ورا يوم ومنع عنه الاكل الغير صحي في مقابل 30 ألف دولار من قيمة الجايزة لو كسب طبعا فارس كان محتاج المبلغ دا جدا وعلشان نعرف ليه هنرجع للماضي لما مالك استلف فلوس ومضي على نفسه وصولات امانة علشان فارس يعمل العملية ويخف وعلى الناحية التانية شهد ادراكت ان بودا بيغز فارس بيها ورفض التكمل تاني يوم راحت لفارس وحاولت تعتذر له وتقوله انها فاكرة كل حاجة عملها عشانها بس بطنة رفض يسمعها وبودا استغل الفرصة وعرض عليها تكمل معاه وفي المقابل هيخليها تسافر مع المجر في البطولة الجاية وتحقق حلمها في نفس الوقت بنشوف فارس قرر يتمرن في صلاة تانية وفي يوم الراجل اللي استلف منه الفلوس جيه طلبها يا ام تسدد يا ام هحبسك ولو مش عايز يدفع هيمضي مالك على عقد احتكار لمدة عشر سنين وخلال العشر سنين دول هيفضل يستغل مالك ويسرق مجهوده وفلوسه لكن فارس ما وفقش ونطلع للحاضر في نهاية الجولة التالتة وبنشوف ان فارس ما بقاش عنده حاجة يخسرها واستغل غرور اتجار وسقطه ازاي ده في نفسه وخلينا اقول لك ان فارس في الوقت ده بالزاد كان محتاج ابو جنبه بس للأسف ابو كان مع المنافس بتاعه وخد بالك دي ما كانتش اول مرة نصار يعملها وتقدر تقول ان ده اللي فكره بذكره تانية ليه مع بابا لما بطنة كان مشارك في بطولة محلية لكيك بوكسنج وتاهل من الجولة الاولى والتانية وفي الجولة النهائية فارس لعب ضد بودة ووقتها نصار كان بيدرب بودة ولما لقى ان فارس على وشك انه يكسب الماتش خلى واحد من التين بتاع فارس يرمي فوته في الحلبة وبناء على قوانين اللعبة ففارس خسر قصد بودة الكلام ده معناه ان بودة هو اللي هيسافر المجر ويلعب البطولة ويا ترى بطنة هيسكت هقولك لا ده راح لبودة بعد الماتش وباركله وكمان قاله ان مفيش حاجة بينه وبين شهد بمعنى تاني يعرف يضحك عليه ويبلفه وطلب منه وتوسطله عند نصاره علشان يرجعه الصالة وفعلا بودة شرب الطعم وراح توسط لفارس ونصار وافق يرجعه الصالة تاني ويخليه مرن بودة ويعلمه كل الحركات اللي يعرفها وبدأ التمرين وبوم فارس امكسر رجل بودة وقتها نصار اتبسط منه وقاله ان هو اللي هيلعب البطولة وفضل يتمرن وفي الوقت ده ملك نزل بأول تراك ليه وقصر الدونيا ولما جي معاد الصفر بنشوف ان بودة راح لنصار ودفع له فلوس يعني علشان يصفروا المجر هو وشاهد كأنهم من اعضاء الفريق ونطلع للحاضر مع بداية الجولة الرابعة وبنشوف نصار لأول مرة بيكون معجب بابنه وبيشجعه وفارس بيكون عامل اداء كويس جدا في الجولة دي بالذات وحاول يعمل حركة اخضاع لإتجار وقتها بودة راح لنصار وقال له ايه رايك نقول لمدرب إتجار على اصابة فارس اللي في ضلعه لكن نصار لأول مرة بيرفض لان فارس في الاول وفي الاخر ابنه بس بودة طلع واطي ورح لمدرب إتجار وقال له على مكان اصابة فارس ومع نهاية الجولة الرابعة جاك طلب من فارس انه يفوز وقال له انا في البداية كنت طمعان في الجائزة لكن دلوقتي انا هتنازل عن نصيبي لاني مؤمن بيك وواصل جدا انك هتعمل انجاز وتفوز ومع بداية الجولة الخامسة فارس عمل الصح مع إتجار لكن إتجار فضل يضربه في مكان الاصابة ووقتها الكل توقع ان فارس هينسحب ووقتها نصار انفجر وقال له ولا محدش يضربك غير ابوك وقام زي المارد بعد ما بو شحنه على الآخر وقدر ينفس حركة إخضاع الإتجار وخليه يستسلم وفاز بالمسابقة وفي المشهد الأخير بنشوف ان فارس بقى مشهور ومعه فلوس وعايش في المجر وبنعرف كمان ان شاهد فتحت معرض للصور وبقت فوتوجرافر مشهورة أما بقى مالك فبقى واحد من أشهر الربرز في مصر وبالنسبة لنصار فخرج من السجن وانصلح حاله ونفس الشيء حصل لبودة اللي فتح صلة لتعليم الأطفال الكيك بوكسنج لكن من غير عنف ومن هنا يخلص الفيلم وكده يبقى أنا هنا وانتهينا أو تنسى هل لايك وشير وسبسكرايب كل وسائلنا على السوشال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو عايش جمهور الملخصات اشتركوا في القناة